هذا واصفت جبهة البوليساريو القرار الذي تبنته اللجنة الرابعة المعنية بانهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة بانه تأكيد جديد على حق الشعب الصحراوي غير القابل لتصرف تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في مثاق الأمم المتحدة وفي تصريح لوسائل الاعلام قال ممثل البوليساريو بالأمم المتحدة سيد محمد عمار ان اعادة تأكيد اللجنة الرابعة على الاطار القانوني لمسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار يعد ردا قويا على محاولات دولة الاحتلال المغربي تحوير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية من خلال تكرار المغالطات والمزاعم الكاذبة نفسها على حد تعبيره اعادة تأكيد اللجنة الرابعة على الاطار القانوني لمسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وعلى مسؤولية الهيئة الاممية تجاه الشعب الصحراوي يعد ردا قويا وواضحا على محاولات دولة الاحتلال المغربية الرامية لتحوير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية من خلال تكرار نفس المغالطات والمزاعم الكاذبة واستجلاب شردمة من المرتزقة لترديد دعايتها الاستعمارية امام اللجنة الرابعة